يرونه بعيدا ونراه قريبا ذلك اليوم المحتوم الذي بات أمرا مقضيا في اكتثاث الجرثومة الإيرانية الخبيثة من تراب هذا اليمن الطيب فعلى مدى سنوات تسع من جرائم الحرب والإرهاب ضد الإنسانية اليمنية بلغ الطغيان الحوثي ذروة عن جهيته ومن هنا دائما تبدأ نقطة الضعف وذركات العد التنازلي نحو الزوال المؤكد الحركات الاحتجاجية السلمية هي مؤشر على بوادر نظال ثوري طالما بدأ هكذا في عهد الاستبداد الإمامي والاستعمار البريطاني مطالب حقوقية واتحادات نقابية ثم ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين فاليمنيون شعب يقض وأبي على الضيم يأنف الظل ويولد من منابت الكرامة ومحاتد الجباخ العالية وفيهم من سلالة البحر وانبساط السهل ما يوازي صلابة الجبل قد تمر سنوات طوال ثقال من الطغيان الجاثم على صدورهم لكن رؤوسهم لا تنكسر أبدا وتحت الضلوع تضطرم آهات ملؤها نقم فإذا البركان والطوفان معا على ميقات واحد كان قدرا مقدورا وإذا زلزلة الشعب العاتية لا تبقي ولا تذر وإذا غضبة الحليم أقوى من صبره وإذا الطواغيت ذكرى غابرة في مخلفات الزمن ومزبلة التاريخ فلا يتسع صبر اليمني الحليم على ظلم الطغاة إلا بمقدار ثقته في قبضته إذا غضب لأن فيها عزمة حق وقوة عدل ومعضودتان بأخذ العزيز المقتدر ترجمة نانسي قنقر